جنوب أفريقيا 34 دولة أكدت حضور قمة البريكس وماكرون غير مدعو استجابة لرفض بوتين إسرائيل اليوم 500 قتيل ولا كهرباء ولا طرق ولا مطارات ولا موانئ في أي حرب مع حزب الله البخاري يوصل الرسالة السعودية أهم مشجعي السياحة إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم كتب المحرر السياسي يستعد العالم لما سوف تشهده قمة البريكس المرتقبة في جنوب أفريقيا بعد أسبوعين على خلفية الفشل الدريع الذي أصاب قمة الناتو التي انعقدت في لتوانيا قبل أقل من شهر والقمة التي سوف يشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو ويحضرها وزراء خارجية 34 دولة أكدوا مشاركتهم حتى الآن منهم الصين والبرازيل وإيران والهند والجزائر كأعضاء في المجموعة إضافة إلى آخرين يطلبون الانضمام إليها مثل مصر والسعودية وتركيا تنعقد في أفريقيا في ظروف أفريقية تجذب الأضواء وفي ظل التنافس الدولي المحموم على المشهد الإفريقي بعد قمة أمريكية أفريقية فاشلة وقمة روسية أفريقية ناجحة وفي ظل عمليات الطرد التي تلاحق فرنسا من مالي إلى بوركينا فاسو وصولا إلى النيجر كان الإعلان كان الحدث هو إعلان وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الذي طلب المشاركة وأصدر تصريحات علنية بهذا الاتجاه أيضا ليس مدعوا بعدما وجه الرئيس بوتين رسالة للرئيس الجنوب إفريقي تقول إن حضور ماكرون أمر مرفوض في المنطقة برزت التقارير الصادرة في كيان الاحتلال عن حجم المخاطر المترتبة على فرضية نشوب حرب مع حزب الله بينما كان رئيس حكومة الاحتلال يعقد اجتماعا وزاريا مخصصا لمناقشة تحديات الوضع على الحدود مع لبنان وكان أبرز التقارير المتداولة ما نشرته صحيفة إسرائيل اليوم التي نقلت تقديراتها عن جهاز الشباك أن قرابة ستة ألاف صاروخ سوف تسقط فوق رؤوس المستوطنين ومنشآت الكيان الحيوية كل يوم والرقم يعادل مئة مرة أكثر من المعدل الوسطي لما عرفه الكيان في حروبه السابقة مع لبنان وغزة وقالت الصحيفة أن خمسمائة قتيل سوف يسقطون في الداخل غير الجنود وأن لا كهرباء ولا طرق ولا مرافع ولا مطارات إذا اندلعت الحرب وأشارت إلى أن هذا السيناريو يتعلق فقط بالمجال المدني ولذا فهو لا يذكر ما يكفي من العمق خطة حزب الله لاحتلال الجليل وما يسمى الخطف والقتل واحتلال المناطق المجاورة للحدود وعلى خلفية هذا السيناريو الكابوسي نفهم انعدام الرغبة الظاهرة في الانجرار إلى الحرب وسياسة الرد المعتدلة بل وربما المعتدلة جدا في ضوء استفزازات حزب الله على طول الحدود وفقا لكلام الصحيفة طبعا وختمت الصحيفة تقول إن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يفهم جيدا صورة الوضع وكذا حقيقة أن الشرعية الإسرائيلية طلقت تحدي الشديد بسبب الشرخ والصدع الداخليين لبنانيا تراجع حجم الانشغال بالبيانات الصادرة عن السفارات الخليجية التي دعت بعض رعاياها إلى مغادرة لبنان ودعا بعضها الآخر إلى توخي العذر بداع خطورة الوضع الأمني فلم يسجل مطار بيروت حالات مغادرة تشير إلى حدوث تأثير لهذه البيانات في ضوء عدم وجود سياح خليجيين في لبنان تنفيذا لقرارات حكومية سابقة عن حكوماتهم تحضر سفرهم إلى لبنان ولا زالت قائمة ومعمولا بها وجاء تصريح السفير السعودي وليد البخاري عن محدودية ما يجري بقياس التأثير على الأمن في المناطق التي يمكن أن يتوجه إليها السكان السياح الخليجيون عندما قال إن البيان يرتبط بما يجري في المخيمات وكأن سياح الخليج ذاهبون إلى عين الحلوي لكن تصريح السفير السعودي تضمن رسالة توقف أمامها المعنيون الرسالة تقول إن السعودية كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك لكن إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم بما يعني بوضوح وفق المصادر المتابعة ربط الدعم للسياحة اللبنانية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي دون إيضاح كيف يمكن أن يكون هذا الإنجاز وعلى كل حال يقول المراقبون إن التشجيع هو أداة العقاب فإن فعلت سأعطيك وإن لم تفعل سوف أحجب عنك